العبادة والخدمة في جامعي الله أكليكي الإسلام نسأل الله أن يتقبل منا ما عملناه خلال هذا الشهر المبارك من صالح الأعمال وأن يغفر لنا ما فرطنا فيه أثناءه حتى تتحقق لنا الفرحتان التي ذكرهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في قوله إن الإسرائي من فرحتين إذا أفطر فرح وإذا لقي الله فرح أجوالي وتمؤمنون إن الشهر رمضان ينبغي أن يكون للمسلمين بمثابة معسكر تدريبي يتزود فيه بخصان الخير التي جماعها التقوى يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون فمن ترك قول الزور والعمل به طوال الشهر المبارك ينبغي أن يستمر على ذلك بقية حياته ومن تخلى فيه عن الجدال والخصام والمشاتم لا يريق به أن يعود إليها بعده ومن تعود فيه نوافل الخير من صلاة وذكر وصداقة لا يوقع أن يتخلى عنها بمجرد خروجه من الشهر الكريم سيدنا من صلاة وظلنا ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر